موسيقى صباحكم مرضو ياسمين مشاهدين الكرام سعادة انت لقاكم في حلقة اليوم من برنامجكم اليوم يا أسرتي على الأولى كتير بالمواضيع في انتظاركم وشرفني ترافقني اليوم الأستاذ إيلام حبيب الله المحمية بهيئة الضربيضة أهلا وسهلا 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 كيف الحال؟ سعيدة أيضا تكون بينتنا الكوتش هاجر المجمرة الكوتش متخصصة في الطفل والأسرة والتربية أموما أهلا وسهلا هاجر أهلا وسهلا كيف الحال؟ الحمد لله من دبشوية حديثنا معك يكون على الأطفال اللي تغوتوا بزاف نحاولوا نفهموا الموضوع أكثر ولكن قبل بداية سنتكلموا في مواضيع قانونية بعد الطلاق من أهم المشاكل اللي تتوقع هو معاش نجي نشوف الدراري وكيفاش ومشن مراتنا النهار كامل إشكاليات لتتخلق مجموعة من المشاكل والضغوطات النفسية يوم الزيارة والتحايل على موائد صلتان راحة موضوعنا في استشارة قانونية وأسئلتنا جاوبنا على والسدى حبيب الله بصدى حبيب الله خلينا نذكر المشاهدين الكرام بالموائد ديال صلة الرحيم أولى الزيارة للأطفال ما بعد الطلاق القانون شنو تيقول فيها وكيفاش نظمها وحددها بالفعل دينا نحن بالحاكن هادروع لا كل ما له علاقة بصلة الرحيم أولى الزيارة من بعد الطلاق طلاق ما كايش تشيرا ما كايش المأوارد يوم تماما منك يكون واحد الحكم ديال التطليق بمعنى أن المحكامة هي لي صدرات هاد الحكم ما كينش طالق اتفاقي المحكامة كتكون عندنا واحد الأحكام اللي هي اللي بغن نقوله استندار كتنشو على جميع الحالات الزيارة كتكون من العشرات الصباح اللي احتى الخمسة أو لسة ثلاثية يوم واحد في الأسبوع وغالبا ما تيكون يوم الأحد ولكن كين هناك حالات اللي ممكن أن الأحكام ما تكون في هذه الشكلة هادة تكون ستنائية تكون مختلفة شي من العشرة إلى الخمسة لحسب المعطيات ديال الملف لكن غالبا غالبا ما كتكون زيارة معطية للأب يوم واحد يوم واحد في الأسبوع من العشرة صباحا إلى الخامسة أو السادسة بعد الزواج وخلينا نذكر أيضا بالعطل كيفاش كتتقسم بين الأبوين هنا قلنا كين أحكام اللي كتكون فيها نهار واحد يعني كنقوله غادك نهار واحد ما كيكونش عندنا تفاصيل لكن هناك أحكام وهنا المحاكم يعني كانت مشكورة في تفصيل هاد الأيام هادي بمعنى كتقولك نهار ديال الحد يجي الأب يشوفه ليداته ثم كين هناك عطال مدرسية هادك الأب خاصو يستفد من زيارة ليداته خاصو يقوزم على الوقت وقت أكتر يعني ماشي غير حين تمطلق نعطيه غير هادك النهار خاصة من تكونوا ليدات عطلة إذن هنا المحكامة ما كتخليش لغير ذاك النهار للحد فقط كتعطيه حتى النصف الثاني من العطل واليوم الثاني من الأعياد الدينية كنعرفوا بأن المحكامة كتقولك ينجوش للأعياد الدينية العيد الكبير والعيد الصغير اليوم الأول يدوزه مع أمه واليوم الثاني يدوزه مع الأب العطلة سواء كانت عطلة صغيرة ويخص يكون في غير أسبوع النصف ديالها يدوز مع الأم والنصف الثاني يدوز مع الأب وهكذا دولي باش تكون وحد المدة طويلة يقضيها الأب مع الويدات دياله واش هاد مواعيد الزيارة تختلف أستاذة باختلاف نوع الطلاق أو لا تختلف باختلاف السن نعم كتختلف من ناحية المسطرة اللي دروها للزوجين وكذلك من ناحية السن مثلاً إلا كان عندنا حكم عادي ما فيش قوة تفاصيل وعندنا مثلاً الأطفال صغيرة صغيرة يعني باقيين دي بيبي عندنا واحد الراديع مثلاً عندنا راديع وعن مست خمس سنين ولا لا نشوفه بعد ذلك إنني ما فيتش عامين هذا معروف على أن مدونة الأسرة عرفت هذا الطفل الراديع من المولادة دياله إلى سنتين إذن هذا الراديع وخمك يرضاش من عند أمه إحنا بنسبة القانون راديع فما يمكنش الأب يجي ياخده مع العشرة ويرجع إلى ستة العشية إذن إحنا المحكمة كتقول لك فيما يخص الراديع كذا وكذا غادي يجي ياخده مع العشرة ويرجعه مع الجوج أو لا مع الوحدة ما كتفوتش معه ساعتين ستة تسوي وبعد المرازقة كتقول بحضوري والدته إلا كان هذا الدريب بقي يعني حديث الولادة جداً بالنسبة فوق العمين ممكن أن المحكمة تقول لك حتى لما بيتقع أسبوعين على أسبوع واحد يقدر يبات مع أبه يقدر يبات مع أبه لكن أنت يا زينب صولتين على نوعية المساطر كذلك هنا أنا كنا نهضره دائماً في جديد هذه الزيارة هذي كنا نهضره على ميستر التطليق للشيخ اللي هي معروفة وغالباً ما كيكونوا الأحكام هكا يا إما يوم واحد يا إما زيارة محددة على الحساب الراضي يا إما النصف ديال معها النصف ديال العطال مني كنمشيوا لطلاق اتفاقي وكلمة كلمة اتفاقي هي شارحة راسة مني كنحدو جميع المستحقات لدي الزوجة ولدي النفاقة ولكل شيء كنمشيوا لسلط الرحيم يعني الزيارة كنت تفاهموا على هذا الأب كيفاش غدي يزور ولداته هنا لهم مطلق الحرية هايخذاروا الصيغة اللي مناسبهم جوش واللي هي اللي غدتحب احنا دبا عارفنا لا بازش نهي احنا عارفنا شنه هو الأساس اللي هو يا إما يديروا كيفما كتدي المحكامة ذاك الحكم سطاندار اللي هو مرحبات أو اللي يزيدوا النصف الثاني من العطال أو اللي يديروا معها يعني هادهوما تتفقوا على حاجة اللي مناسبة هما أستاذة ويقدروا يزيدوا ويزيدوا إلاح مثلا إحنا لدينا وليدات اللي ككونوا صغرتي يعني تكون عندهم لأربعة فلعشية خاوي أقدروا يقولوا لأربعة فلعشية غيبقوا مع بابا غادي يجي يأخذهم مثلا يتفقوا على أن الأب يجي يأخذهم من باب مدرسة مع 12 ولكن ضروري من تحديد واحد الكلمة مهيم ما خصت تكون خاصة بحكا ما منك تصدر الحكم ما ركا تقول للجملة عارفة عشنو كتدير منك يكون حكم تفاقي تفاقي من الأحضان تكون يأخذهم الوالد من مكان كذا وكذا ويرجعهم إلى مكان كذا وكذا التفاصيل البسيطة كتفادينا المشاكل كتفادينا المشاكل مثلا غادي يأخذهم مع 12 مدرسة يأخذهم على الساعة الثانية تعالى من باب المدرسة الفلانية كذا وكذا ويرجعهم يوم الخامس مثلا على الساعة داخلين مع الثمانية ويرجعهم على الساعة الثامنة صباحا بالمدرسة كذا وكذا واخا أستاذي ليس محتيري بمأنني كنت تكلموا على الطلاق الاتفاقي ممكن واحد جوج دي الأجواز في مرحلة الطلاق الاتفاقي تفهموا أن الزيارة تكون الولدت يوميا من الناحية القانونية ومأدوام الوقت وضغوطات الحياة وشد شي ما كيخلقش مشاكل هنا عندك جوج أسئلة من الناحية القانونية ديزة يعني إذا مشي درت على طلاق اتفاقي وقلت بأنه يمجي يشوفه وقت ما أبغى أنا متافقة أنا والطلاق ديالي ما كينش إشكال إن المحكمة ما كنت دخلش حي الطلاق اتفاقي حاجة وحدة اللي كتقبلش المحكمة هي هذيك رقاة تضغطة جيحة ما عندناش حنا إيش حاجة اسميتها النصليا والنصليك إذن إنت حر ما أدوام اليام بحكم الخبرة و لكن بحكم الخبرة و بحكم شنو طراء بزاف الحاضينات في هذه المشاكل يوسحسن أنا تنقول يوسحسن أن الأم تحدد مواعيد زيارة الله يجي على الدير اللي يجي يشوفه الخبيث و يجي يشوفه الجمعة يتكتبوا علاش حيث أنا مني كندير له الحق في أن يزوره في أقسم ما بغى آسف غايك أن نقول بأن العلاقة يقدر يخرجهم المدرسة و جبهم 13 الليل و هما قارين حالو هنا هذي الأم هذي ما عنداش كيفاش غادي تتوقف هذي الأب هذا علاش لأن بعد المرات كتكون للأسف أنا ما سنعممش أكيد ولكن هذي شائع في المقاشم المغربية حيث مني الأم كتقول يجي يزورهم في أي وقت بغى بالحكس عن حسنية و ما بغادش هذه العلاقة كتقول كين بينوا بين الراجل ماشي بينوا بين باي بغت الوليدات يبقوا معا وبهم أكثر وقت ممكن إيه ظاهرة صحية مزيان هذا الشي نبغينا ولكن للأسف يكون مجموعة من التحايلات بهذه المسألة قلت لي هجي تأخذهم وقت ما بغى غادي يجي أخذهم وقت ما بغى ورجعهم وقت ما بغى أو لوقيت اللي أنا مثلا ما كيناش فيها ولا بقى خدامة ولا أنا هزام بتبيهم عند ختي ولا مشي عند مو ولا صافر تبيهم شي بلاصة دوكنت يا أستاذ في هذه النقطة كتنصحي أن واخي يزورهم يوميا ساعات تحدد تحدد والأيام تحدد والأماكن تحدد والأماكن من غا يأخذهم ومنين غادي يجيبهم ومنين غادي يرجعهم ويمكن في حلقات سابقة من اللي تكلمنا على الطلاق بمختلف أنواعه قلنا من أهم المشاكل اللي كتوقع هي التحايل في موائد صلة الرحم خصوصا من طرف بعض الآباء واللي ربما تستعمل كوسيلة لإسقاط الحضانة عن الأم بحكم خبرتكم في المحاكمة أستاذة شنو هما أهم أشكال التحايل اللي تتوقع في موائد صلة الرحم للأسف هناك أحكام اللي كتتقول لك مثلا غادي يجي ياخد الأب غادي يجي ياخد الإبن دياله مع العشرة ما تيجيش مع العشرة ما غيجيش مع العشرة وغا سوقها غادي يسل الوحدة ولا الجوج يقدر ما يجيش قاعد ثم تيعتاد كيكون واحد الروتين ديال مثلا كل حد ما بقاش كي يجي قاعد ذاك الأب واحد نهار ما أعلمش الأم ما قلش أنا غادي نجي ما ألقاهاش غادي يجي هو جاي موجد راسه كان هناك سوء النية جاي موجد راسه جاي بمعه مفوض قضاء بش يسجل واحد المحضر نعرفه بأن غير ثلاثة والاربعة المحاضر تسبس بأن الأم لم تنتزم من صلة الرحيم عنده الحق أنه يدير دعوة دير إسقاط لحضانة لأنها ما نفدتش الحكم أو لكن واحد خطأ شائع اللي تقول هو ما كينفقت النفقة عدنا نعطيه الدراري قانون ما كيعرف لأنه عندك شي علاقة نفق يريد إسقاط النفقة عندك السلط الرحيم عندك زيارة أعطيه ولدات في الوقت اللي يخص تكون اللي محدد القانون في حالة التحيول والسيدة هذه السيدة ممكن شأتبقى قاسة كل حد مع أولادها هذا التحيول ولتفادي دعوة إسقاط الحضانة هذه السيدة واش من حق المحكامة واش من حق تستعمل جميع وسائل الإثبات ممكن بمأن السيد مجاش تصيفت لها ميساج واتساب تقول لي واش المحكامة ما غتقبل لها هذه وصيلة الإثبات كانت من سيدة اللي تحط في هذه المواقف وهو ما في أثناء سرايان الدعوة قبل ما يصدر الحكم ديال الطلاق واشنا في أثناء سرايان الدعوة ندير واحد طلب ديل تحديد الزيارة أنا نقول بأن هذا الأب بغي يزور الوليدات طب الحال نحن لا نمانع ولكن مع تحديد التوقيت بمعنى إلا وصلت الوحدة وماجهوش هاد الأب عندك ساعتين عندك العشرة تل 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 عندنا العطال عندك مثلا شهر لأنك نسف تاني من العطال وش أنا شهر وأنا غادي خانت سنة هاد الأب إمتى غادي يجي هالزوليدات يشوفهم إلا يومين لولا يومين لولا نقدرون سافروا ما جيتيش سقط عليك هذا الحق عندك يوم واحد اليوم الأولاني من حقك في العطلة إلى ما جيش في هذا النهار يسقط ويتأخذوا هاد الأطفال كتأخذهم من بيت الحاضنة وترجعهم إلى بيت الحاضنة يعني يجي هزهم ليه مدار ونرجعهم ليه مدار لأن المحكامة مني كيتعطاها الطلب بهذا الشكل هي كتعرف بأنها الطلبة لمصلحة لمصلحة المحضونين أولا وغا توافق عليه وغا توافق عليه وبالتالي يصدر لنا واحد الحكم زوين لصالح الحاضنة لصالح المحضونين كي لا يكون هناك تحايل لأن البابا غادي قايت سنة الشهر مثلا نجي لهم نجي غدة ويمشي يجي بليه مفوض قضاء وهنا خلينا نحل القوسة والصدر ربما بزاف دي المشاكل اللي كان وقع فيها قانونية هي بسبب عدم درايتنا باللقطة القانونية بحدة بام اللي كان دو للحضانة نارك تاخدوا القرار بأنكم غادي نفاصلوا استاشروا مع أهل القانون اي اكتبوا اخويا قاعد تفاصيل اكتبين تي قاعد تفاصيل ليش باش غدة ولا بعد غدة ما نتحكوش مع بعضياتنا كما كان قولوا بالداريجة باش غدة ولا بعد غدة نسمحوا لذكر الوليدات انهم يبقاوا ويقشوا بنفسية سريمة واللي الطلاق حقكم وفات العشرة وفات العشرة ولكن على الأقل الولادنا يقشوا بظروف سريمة مخلنش بزاف دير الوقت وستدها خليني نسولك على مثلا اذكر النهار القانوني والحق دير العطل القانوني اللي معطي الأب نهار واحد السيمانة من العشرة الخمسة وجزء ثاني من جميع العطل واش الأب من حق ويقدم طلب للمحكامة ويقول أنا بغيت نوطد على قتمة أوليدات ونشوفهم كتر ونطلب تعديل هاد الأوقات هل يمكن واش ممكن محكمة تتكتر مثلا كيكون عندنا واحد الأب اللي مبقاش خدام في المغرب خرج للديار مثلا خرج الفرنسا ولسبان هاجر واش هادا هادا كلب غاديو اللي يجي كل حد وعند حكم صادر خيجي شوفهم كل حد وغايجي اللي كانت سوق قدر تطلب العطال يدوزوهم أه كامل كيقول المحكمة بغيت ندير مراجعة ديالأوقات الزيارة أو لا أوقات ديالسالة الرحيم حسب الظروف الآن اللي عندي ده بأنني ما عايش في المغرب وبالتالي إلا كنت غنشوفهم في هاد الأوقات المتفرقة اللي ممكنش كل مرة غادي جاي بغيتهم مثلا يكونوا عندي واحد شهرين في العام وقدر يكون تحول لمدينة أخرى مغايجيش كل السيمان نا هنا في المغرب نكملوا بعد كينة دي الخارج المغرب بعد أن ندرو على المغرب إذن هنا ممكن أن المحكمة تمشي معها وتعطيها يعني واحد المدة طويلة في العام علش لأن السيد على حسب الظروف العامة لديه يعني هنا المحكمة ما عنده تشي إشكال نهائي بطلب مراجعة الزيارة سؤال ديالك على أنه هو تحول ما تقعش هنا هنا المحكمة لأنه هو اللي يختار ما غاديش ما تعطيش نفس الحقوق بخلاف أن الأم الحاضنة خلال دوس وإليك تغسوني له إلى صفرات إلى صفرات إلى بدلت لبدينا بسبب ما العمل ديالها ضروف العيش ديالها مش هت عند والدها غاستكون هنا الإشكال هنا خلال ربط لبال مزيان الأم خلالها صبل لغ الأب برسالة مع الإشعار بالتوصل أو مع مفوض قضائي يستسجل محضر يثبت بأن الأب رأى تعلم بأن الأم رأى غيرت العنوان علاج هو الأب رأى بخباره مثلا كانوا لناس اللي عندهم سؤنية بخباره بأن الأم رأى رحلات من هذيك الدار ولكن هو حند عنده سؤنية هي طريقة لإسقاط الحضانة غادي يمشي يدير الزيارة يمارس حقه في الزيارة العنوان اللي عنده في نسخة الحكم مرة الأولى ثانية ثالثة مشي دي لدعو إسقاط الحضانة لكن هنا الأم مني تختار شي مدينة بعيدة بزاف ما كان نهضرش مسيرا ضرب 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 مثلا هي كانت مأطال يقع في ضرب 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 بخصوص مواعي في جميع الأحوال مدونة أسر أعطتنا 15 سنة و18 سنة مني كان وصل لـ 15 سنة الإبن عنده له حق الإختيار مع من يعيش قال ماشي بالزيارة يأما يبقى مع أمه يأما يمشي عنده وعنده يتخذ لها رأيه في أوقات الزيارة بالنسبة لـ 18 سنة ما بقيناش كانت طرقوا لهذه نقطة نهائيا كل ما يتعلق بالحضانة والزيارة والتوابع ديالها ما بقيتش ما بقيتش شكرا لك أستاذا إليهم حبيب الله في موضوع آخر دائما تيهم وليداتنا فكرة وليداتين خاصوها للحديث على الأطفال اللي تكونوا تتحدثوا لكثير الصراخ عليش أطفالنا ممكن يوصلوا في مراحل أنهم يولي الصراخ حاضر في حياتهم اليومية وبقوة أسئتنا جاوبنا على عشار مشبر خليكم معنا عشار مشبر محبابي كمان شديد دائما ترفهمنا للعلاقة كيف شخصتكم مع ولداتنا الصراخة أو الغوات وش كينا مراحل أمرية طبيعية أولادنا يغوتوا فيها ضروري نعرفوا بلولدات زيارة يكونوا صغار شنو المشكل ديالهم متقدرش يهضروا ما كان غير الغوات وذلك الغوات اللي حنا يتبقى نسمعه في دنينا إذن باش نزولوا بعد هاد العصب يد الآباء من الصغر طفل المهمة ما زال ما عندوش هادك لانجاج ما زال ما عندوش اللغة أول طريقة التواصل دياله هو البكة والغوات غير خسنا نعرفوا بلغوات إلى طول مثلا إذا فات عمايين 3 سنين اللي كان الطفل كل نهار تغوت وكل مرة بغى واحد اللي حاجة غدي يغوت إذن كين واحد تتعديل السلوك اللي ضروري لآباء أخصومي يديرو بواحد الطرق اللي غدي نشوفه من بحي واخر أشنو اللي كيخلي الطفل ما بعد مرحلة سنتين أو لالثلاث سنوات يكون كثير الصراخ كين بزاف الأسباب الزينة بلجنا نهضرو قبل من سنتين قولنا ما تعرف شي هادر إذن أي حاجة بغاها غوط عليها الغلاط اللي نديرو هنالك آباء ولي كموردين من التي يغوط غوط على ماكل سنعطوها له غوط على كسجين ما سنعطوه له مثلا نوصلولوش وحد المهارة يتعلم يهدر ويعبر على هذك أرغبات غير حتى ننتهن من الغوات نعطوه هذا الشيء من بعد تلك سنين تكونوا بزاف الأسباب السببب الأول هو أن الطفل التليفون خدامة إذا هنالك غوط ويقول كتبار كم لغوات شنو بغيتين شنو ويقول الطريقة الوحيدة اللي تنخذ بيننا الانتباه ديال الأب والأم والبالغ اللي في المدراسة اللي معايا هو من تنغوط وتيجي لعندي إذا تتولي طريقة للتواصل اللي هي معتمدة عنده وتيولي أي حاجة بغاها غادي يغوط السبب الثاني هو الطفل اللي لا تقدر على الغضب دياله على ذك وليق معه والدي وما سمحوش لي أنه يعبر على غضب هذي تهييس هذا سبب من الأسباب هو الطفل اللي لا تحس براس ولي لا تحس براس في الغضراء لا تخذر يلا بغاو الحاجة اللي لا أنت مازال صغير إذا هو يعبر على هذا الغضب دياله الاحتياج باش يخرج سمحلي هنا نحن لك القوس ومؤخرا أحد الأمهات كنت داوية معاها صدمتني بجملة قالتها قلت لملتي تحول دي تقول لي نود انتا راجل هدا 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 وحد انتا راجل هو طفل مش راجل وتر رجال مسموح لهم بلحد اعتاد الدعف هذا هو الاساس ديال البرود نقول العاطفي وهد الخاف لتنعني منه لتنخاف ونحن بلغين ما لدينا طريقة لنعبره عن المشاعر ديالنه وانتا راجل وفي نفس الوقت لها تخته صغير ورحد غاد نجيو ونطبع ليها ونقول مالك لك ما تقصحتي اذا ما تشوف بللي أنا كالطيفل كان تمييز ممكن ليش نبكي ما لديش لحق نعبره عن المشاعر ديالي اذا هو مازال صغير حاجة اللي يعود ويتضر ويبدأ يبكي ويغوت ونحن نقول لما تغوت إذا هو أشك فهو سيحسب ذاك الآلم سيغوت سبب واحد آخر والطفل تكون عنده بالساف ديال الأوامر في الدار دير هادي ما تلبش هادي كل هادي ما كانش واحد القواعد ما كانش واحد الروتين ما كانش واحد الاخذ والعطاء في الحوار ما كانش العلاقة للتواصول مع الأطفال تخليه أي حاجة بغاها سيغوت لأنه تعرف بالمئة يغوت باش دائما نسل لكو الغوات سيطول الحاجة سبب وحدهم الأسباب يقدر يكون طفل معناف يعني معناف في المنزل معناف عنف جسادي أو عنف لطريق أو عنده العنف في المجال ديال المدراسة دياله وتنمور في المدراسة إذن هو الخوف و القلق و التوتر و العنف اللي ما تقدرش يخرجوه في واحد البلاس و احد آخر هذي يخرجها بذيك الطريقة ديال لغوات الضرب من بعد لأن لغوات تولي عنف جسادي سهوة و لفضي نذكر المشاهدين تكلمت على النقطة مهمة الطفل ما عندوش روتين علاش مهم أطفالنا يكون عندهم روتين روتين عند الأطفال دم احنا نسمع القواعد بالنسبة لنا القواعد هي أوامر الوخ كل عكس روتين والقواعد تسعطل الطفل واحد لإحساس بالاستقرار تصورة زيارة بنتينا ماشية لخدمة الصباح و ما عارف اش راسك باش هتبداي باش هتكملي ما عندك شو واحد تالفة تالفة او الطفل يبقى تالف وبالما تالفة ما تعرفش راسك و ما تعرفش حدود و ربما في حالة ما تعرفش ما تعرفش ملي غدين فقوها شمو تنذيرو تنلبسو تنغسلو جهنة تنأكلو تنمشول مدرسة القواعد يلا دخلت تضغوط أنا وخد تضغوط أنا ما عادش نعتقدها في الحاجة اللي بغيتها هدو ما القواعد أنا أعلمه باللي راه كين واحد الأساس في المنزل تعامل كي خليه يبكيتها يسألي ما روح لي الخاطر بل كواسع بل كواسع ما غديرش لي الشانتاج بالبكاء أو بالغوات و حاجة وحدة اللي كن المو ما عارفين نجمي شو ما سيد ان الشي سوپر ماشي كي بغيو شي حاجة كنقوش اللي وملا كعمرو هدو كشاري كندوزل كيس كندوزل تنزولوها مصاف تقنيز تقنيز الخاطر وبذلك طريقة ديال أنا تنتقبل هذا كتصرف ديالك ولكن أنا غل نخذ القرار هادي وحكتش دي معه ضد بزيلا هادي 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 عقل علاعة وربما من أكبر الأزمات اللي كايشوها بزاف للأباء والأمهات وفي سوپر ماخشو مثلا لكي بشو بواحد محل تجاري كتشو في ولد لبنت كي غوت بسبب وتي تتمرخ فالأرض لأنه بغي واحد حاجة هل هاجر مجبر أننا نحرموا أطفالنا من أشياء غي خليهم يتمرخوا لك فيما ممشاو على أي حاجة بالعكس دينا بني سنكونوا في الحالات اللي هو الطفل بحالي غنقولو تعرف رسو في ذاك لغغار دي الزوطخمي غدي يكون حدا الناس غوط غدي 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 ودائما نحلو طفل عام يجب أن يكون في السوبر مغشي لا يوجد أطفال لا يوجد أطفال لا يوجد أطفال لا يوجد أطفال مغرايات التي تجعل الطفل يكون في حالة التوتر والعصبية التي لا تساعد نحن لا يوجد إذا لا يوجد القاعدة يجب في السوبر مغرايات وطريقة جيدة لكي نتطاق في الماليين لديك قدر من المال لا نحرم لا نعطي ما نعطي دائما تجعل الطفل يعرف أي شيء يأخذ إلى غوط لا نعطي ما نعطي ما نعطي في السوبر مغرايات والأماكي التي تكون مزدحمة دائما طفل يحسب رأس هو مسؤولية نعطي ونعطي واحد مسؤولية لا يبقى مغرايات لا يحاول يدر الشنطاج إذا نعطي ونقدم من بعد نكون مكافأة أمام وكي نجم لأقدي ويدنا كانوا يقولوا يسرح حلقك مزين 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 بسرح حلق غير 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 يمكن أن أعطي حاجة لا حتى تكون أسلوب التواصل موعتمدة عنده إلا بكيت ولا تنزغ لا تنسمي واحد ونعطي حاجة ربما تسمح لي واحد الملاحظة كان الأباء يحرموا أولادهم من أشياء كثيرة وينسوا أن أولادهم أطفل ويحيدونهم حاجة لأنها هي طريقة الصحيحة لأيشوبة تحرم والدك من أشياء غدا أي حاجة تبليف أيد آخر كل ممنوع مرغوب وغادي تبليغ هي كل ممنوع مرغوب كينا حدود إلا أنت قادر تتوفر لولدك واحد الأكل معين معلوم أعطي لولدك إياك لذلك الأكل معين لنشوفه في إدش واحد آخر والأطفال يديرون شلطة أضياتهم في المدارس تعطيني ولمنكنش صاحبك تديري ولمن تأملش معك في موضوع الصورة خلينا نرجعو ريه كينا هاد الأزمة باختلاف أسبابها وقعت أنا كأم وأب كيف أشخصني نتعرف أول حاجة تنشوفه تنسميه المحرار ديال المشاعر ديالي نشوف راسي أنا كدير في ذلك الساعة وش بلدي لك أنت يغوت وش ماشي أنا هو السبب باش بدا غوتي إلا كنت يغوت وحسيت باك الرغوات ديالي وذلك الصورة ديالي وغادي زيدي عصبني نحاولي إما دياليجي نعطي لي واحد نعطي لي بتقولي الأب ديالي الأب ديالي إلا كان في المنزيل باش ما نفرغش هذك العصبية ديالي علي هو يعني دائما دك الطفلي تغوت راح نايت نكونو سعنى ناوحد السبب في العصبية ديالي وتنبدو حنايت نزيدو ناكدو دك العصبية ديالي دونك أول حاجة نشوف راسي أنا وش مستحملة وقدة مواكبة دك الصراخ ديالي ثاني حاجة اللي كنت حسب راسي بلا راني مزيانه أو لا مزيان غامشين عنده نقول له نشوف راكين واحد طريقة ليس قدرت هذر معايا واش بغيت واحد حاجة هو هذر معايا بصوت منخفض وهذر معايا بواحد طريقة اللي أنا نفهمك والأطفال كاملين هذي بتجريبه بسا تقولوا شوف راكين بكين ما نفهمكش تبقاتي نقسم اللي بك الطفل منتي كنتي يغوته حنا تنغوته تيزيد هو يزيد في الصوت ديالي باش نسمعه منيني كنتي يغوت هذي واحد اللاستويس اللي تتخدم دائما مع البديدات صغر هو يغوت وانتا شو شوتين تحضرب واحد صوت منخفض هذي غوت وانتا قلوه اه شنو ما سمعتكش هو شو تتحايل عليه تيقول كيفاش الغوت وانتا هذره بشوية هذي نقسم من الصوت دياله طفل عبتاني مني كنتي يهضر بالصوت اللي هو عادي منشجعه نقول لوشتي هانت طلبتي مني هذ الكازقلمة وانتا تتحضر بشوية وانا فهمتك وهاك الكازقلمة ديالك وانتا تتحضر معي بحال هكا دائما كيندك تتجيع وانتا شوقهم ما يغوت نأكدو غيرا هذي الوقيتات اللي هو تيكون في الصوراق نقدو عاو تاني فوحد الحويج وحد اخرين نعاونوه بالرسم نعاونوه بالقصاص نعاونوه بوحد الطريقة اللي عم برفيع المشاعر ديالي لو كان عندو واحد الغضب اللي هو دائما متكرر منقول له شوه ميسكون مع السبو حال هكا وش بغيتين نديروا واحد الرسم نرسموها الغضب ديالك واحد تقنية اللي قدو نزيدوها اللي هي علش طفل تغوت علش تكون الصوراق لانه كان واحد المشكيل في التعبير على المشاعر واحد تقنية اللي نبغي نشاركها مع المشاهدي اليوم تنديروا واحد الرسم واحد دائرة وتنقسموها بحال على ربعة وعلى ستة وعلى ثمانية هذا الطفل يكون كتر من ثلاث سنين حيث هو قادر يهدر نقول له شوف ميسكون مع السبو وتذبات الغوت شو قدو نديرو؟ أنا سنبغيك مثلا ندير لي واحد العناق كالا واخا أنا نرسمو واحد جوجي دي ديس مثلا مع نقيم أنا مثلا كون مع السبو ماما بحالكة وتنغوت سنبغيك جي تلعبي معايا أنا قدر ندير اللعب ندير بزاف دياله تكون الاختيارات اللي الطفل تيبغي اللي هو تيقرر اللي هو تيقرر كيفاش دي يعادل هذك السلوك دياله نالي كون تيغوت ونسيت عندك الدائرة ديالك أجي نشوفو شنو قدو نديرو فعلوت ما تتغوت وهذه الطريقة شنو تنعلمو؟ بلي كان بزاف الاختيارات ماشي الصوراق باللي هو مسؤول على المشاعر دياله وبلي أنا تنتقبل المشاعر دياله ولكن هذك السلوك اللي تيدير رغير متقبل الثالث حاجة تنعلمو بلي راه الصوراق هو واحد طريقا اللي ألي بساجيخ حت هو بالنسبة له شنو تيقع الطفل في الدماغ ديال الطفل هو أراه كوليغ ما تيقولش بلي أنا تنحس بذك الغضب لا أنا غضب يلا حاولنا نفرقه الطفل ديالنا بالإحساس والمشاعر والمشاعر وانتك شخص وانتك داد تعرف بلي راه الأم ديالي والأب ديالي والمدرس ديالي راه تتقبلني وخب هذ الصوراق ديالي وبهذ الغضب ديالي وبلي راه يمكنلي نتحكم فيه ونقاول حل دياله تكلمتي على المدرسة هاجر مجبر كل أولادنا تدوزوا ساعة طويلة في المدرسة كل طفل جايب معه طريق التربية وتقافته ويمثل البيئة اللي هو تكبر فيها هناك اختلافات بين الأطفال في حالة أن هذا الطفل فيها الصوراق أو لكيفش ممكن المدرسة تربي احنا اليوم ما بقيناش بغي المدرسة تعطينا النوقات وثمانتاش وعشرين احنا بغي المدرسة اللي تعطي الأولادنا النفسية جيدة وطيبة وتطور لهم المهارات اللي غتنفاهم في الحياة ديالهم أموما كيفش ممكن المدرسة تساهم في التحكم في الصوراق عند الطفل من خلال ديزاك تيفيتي يقدروا يديروهم أول حاجة هو يكون لك المثال دائما سنرجع له راه التربية هي المثال إلا كان الأب والمدرس هما أصلا طريقة التواصل ديالهم بالصوراق وبالغوات إذا نحنا سنوصلوا واحد المثال واحد الصورة ديال راه الهدرة هي الغوات أول حاجة أنا كشخص بالغ متحكم في الطريقة ديال التعامل ديالي والتكلم ديالي مع الآخر تاني حاجة من يكون الصوراق في القاسم دائما تفادوا العقوب دائما تفادوا وهذاك سر الإهانة الإهانة وذلك العزلة تقولوا أنت تتغوض وتخرج من القاسم ولا وقف الهيه ولا أعتوشك الحياة ولا أنت غادي تكون محروم من الاستراحة أرى عنده واحد الطاقة وانت غادي تحرمه من الاستراحة إذا شو تديرت تزيد تكبرت هذه الطاقة وذلك مني غادي يدخل عودين الحسطة وغادي يغوط إذا نحنا كأساتيد ومدرسين وبالغين نزول من هذك النظرية ديال الطفل تربية راه عقوبة وعقاب تربية هي مرافقة وعلاقة ودائما نكونوا في البحث عن حلول وانتبقوش في المشاكل إذا دائما الطفل من يكون في ذلك الصورة هنشوف عليش طفل تغوط واش مافهم شو تدرسوا هذك طريقة ديالو باش يترنتيبه واش واحد ضربه بسلع ليه واذي كالطريقة باش عاوتاني غادي يبغي يعبر على الخوف ديالو وعلى ذاك الألم ديالو إذا نكون هذك المهارات اللغوية المهارات اللي هي اجتماعية لأن المهارات الاجتماعية والعلاقة تتعلمها من الصغر لكن واحد طفل صغير هو تغوط غادي يكبر وتغوط وغادي يكبر وتضرب وغادي يكبر هو ما عنده حتى علاقة وما عنده شقاع الأصدقاء فقط لأنه فقط تغوط لأنه حتى واحد ما تبغي يهدر معه وربما احنا محتاجين لإعادة النظر في علاقة الطفل مع المدرسة ديالو كان مسافتيالوليدات تيخاف يمشي المدرسة ولا تيمشي على عيني المدرسة كيفما الدار والأب والأم دايما تنقول لهما أمان ولداتهم المدرس والمدرسة أمان لولداتنا اللي خصنا اللي كان عدوهم كيدو زمان وقت طويل إلا حسوا بالحب والمشاعر والإطمئنان أقدروا أعطوه كتير من الأشياء والأهم وأن داك المؤلم والدك المؤلمة سيبقى في ذاكرته تيكبر وعودها الولاد وشكرا لك هاجر مجبر ما وعدنا من أشيوات ابنينا فقرة من يد شيء مرحبا بكم مشاهدين أنا كرام حلقة اليوم سنحضروا غلاس بالنوغا كي يجيزوين بزف تابعوا معي الوصفة سنحتاجوا اللوس قجدة طرية الحليب بودرة سنحتاجوا كذلك الحليب المكتف المحلة سنحتاجوا النوازيط الكراميل السيكر ثومول وسنحتاجوا الحليب المكتف المحلة كراميل فالدابة سنبدأ في طريقة التحضير أول شيء سنبدأ بها سنحضروا النوغا سنأخذوا مقلة سنضيفها فوق النار اللي تكون متوسطة لا تكون مجهدها كثيرا وسنضيف سكار ساندة سنضيف السكار ساندة حتى تحولنا كغاميل فنقصوا علي العافية لكي لا تحرق لكم وبعد ذلك سنضيف اللي في خوة الساكل التي لدينا هنا عندما يوجد لدينا كغاميل كما ترى رأس سكار كله سنضيف اللوز وسنزيد النوازات لا تستعملوا غير واحد منهم او لا تستعملوا كاملين فنحرقوا الكغاميل مع هذه خوة السكار حتى تخلطوا مع بعضياتهم من اللي تخلطوا مع بعضياتهم فانتو ما كما تشوفوا ركي يولي بهذا الشكل هذا دابة كنأخذوا شي طاوة كنفرشوا لها بابي كويسون باش ما يستقش لنا الكغاميل وكنننزله في هذا الخالط هذا فدابة غدين تسنوا عليه برد تقريبا واحد العشرة ديال دقيق ومن البعض هنرجعون كاميرو طريقات تحضر من اللي تبرد للنوقا هدا كي يجي الشكل دياله دابة غدين نحاولوا باش نفكوها باش تجينا سائل باش عنا نطحنوها صافوكا ناخدو شي طحانه وغادي نطحنوها من اللي كانت تطحن وكي يولي داو الشكل دياله انا غدين نكمل بنفس الطريقة حتى نطحن الكمية كاملة اللي عندي ونرجعون نكملو طريقات تحضر دابة غدين ندوزول المرحلة الثانية كنناخدو واحد البور غدين ندرو فيه القجدة الطارية بنسبة القجدة الطارية خاصها تكون باردة ضروري انها تكون باردة مزيان باش تطلع لكم فغادي نزيد ليها الكاغامل وغادي نزيدو الحليب المكتف المحلة وبالنسبة الناسين ما عندهمش الحليب المكتف المحلة تقدروا تعوضوه بشي شوية ديال السكاري لابغيشو فغادي نحاول نطلع القجدة الطارية مع الحليب المكتف المحلة مع الكاغامل بزيان حتى يطلعوا تقريبا المدة ديال سبع ديال دقيق ونرجعون كمالو طريقات تحضر ماليك تطلع لنا القجدة الطارية كتولي بادشكل هذا فغادي نضيف ليها النوغة وغادي نخليه واحد شوية تزين غادي نضيفه كذلك حليب بودرة وغادي نخلطو كل شي مزيان حتى يندمجو لنا جميع العناصر فبنسبة المول كتاخدوا المول إما ديال السيليكون يستحسن أنه يكون ديال السيليكون باش يجيكم سهل باش يديمون لي وانجلاس ديالكم فغادي نصب الكمياء دي كامله وغادي نخبطو بها واحد شوية باش نحاولون نحيدو الفراغات اللي كيكونوا ديال هاواء الداخل فغادي ندخلوه الكنجيلاتور تقريبا واحد ربعا ديال السويع ونرجعوه باش نكملو طريقة تحضر دابا غادي ندموليه وغادي نزينوه بالنوغة اللي كنا حضرنا في الأول وشوية ديال كغامر فغادي نديروش شوية ديال النوغة الزين كيبقى اختيارية قدرة زينه باش ما بغيته ولكن كنديل النوقة باش نذكره باللي انا القلاس راتي النوقة فهذا كيبقى شكل نهائي دي القلاس دي النو نتمنى انكم نجربوا وينا الاعجاب دي لكم وبصحاب الراحة شكرا لانكم مزاني متابعين حلقة اليوم مشاهدين الكرام الوجهة الامارات وهذا المرة فقرت مغاربة العالم للحديث مع بطلة مغربية بطلة شرفاتنا في بطولة العالم اللي تقامت في الامارات هي بطلة في رياضة جيجيتسو البرازيلية هند شريفي روبرتاشي قربنا منها اكتر راشعين ربص الاتصال معها هند شريفي زادت وكبرت بمدينة مراكوش درست بعد البكالوريا شعبة الرياضة بعدها أتممت دراستها بإيطاليا لتطور من نفسها ومن مهاراتها الرياضية هند سبق لهوا لعبات رياضة كرة اليد بفريق ملودية مراكوش وكرة السلة بفريق الكوكب المراكوشي قبل أن تقرر دخول عالم رياضة الجيجيتسو العالمية في سنة 2022 حققت إنجازا عالميا غير مسبوخ باحتلالها لمركز الثالث في بطولة العالم لرياضة الجيجيتسو البرازيلية التي تنضمت في أبو دبي الإماراتية واستطاعت البطلة أن تمنح المغرب الميدالية البرونزية في وزن 62 كيلو حزام أزرق وجاءت أهل البطلة لأدوار نهائية بعد فوزها على بطلات عالمية من العيار التقيل هين سبق لهوا لعبات بقميص المنتحب الإماراتي سنوات الماضية لغياب هذا النوع الرياضي بالمغرب قبل أن تقرر مؤخان حمل قميص للمنتحب الوطني المغربي هين تشريفي أهلاً وسهلاً مرحبا بك في برنامج جسراتي شكراً على الاستضافة مرحبا بك منورانا من كرة اليد لكرة السلة أشنو اللي خلك تستقري على رياضة الجيجيتسو والصراحة بحكم كفاش كنت في المغرب كان ساهل عندي نكون تختار لعب معاشي فرقا من اللي خرجت في المغرب كان صعيب شعلياً شمياً نكون معاشي فارق دونك اخترت الرياضة الفرزية اللي كانت جيجيتسو واللي تأملها الحمد لله دباش حال من سنة أنت تتمرت هذه الرياضة؟ 13 سنة 13 سنة بالنسبة لك وش كان فيها محطات مهمة تتقولي أنا هات 13 سنة معاد الرياضة هادوا أهم اللحظة ليش؟ صراحة كانوا لحظات بالساب حيث كنت جي شوية مشكلة حيث بديت شوية متأخرة الناس اللي حققوا مراتي بأولى عالمية تكونوا بدوم تقريباً من السنة تا 5 سنين أو 4 سنين أنا بديت شوية معطلة ولكن قدرت بغي يقعدك شي بحكمة أنا كنت رياضية من صغري والعائلة دي اللي كان رياضي لذلك ما كانش لديش مشكلة كبيرة ولكن ضروري شوية أشو أهم الصعوبات اللي واجهاتك في مشوارك مع هات الرياضة؟ كان عندي مشكلة في الطاكتك لذلك بالنسبة للناس اللي تي لعبوا فاش تي كونوا صغار الحركة اللي كيديروا الجيس التاعهم كيكون شوية فليكسيبل معاها لو كان عندي شوية للمشكلة في الحركة فاش تتكون لعب في كمبيتيسيون كبار كنت كان نخسر إما بالنوقات ولا بالتكتيك يعني ما كنتش نفراكتيسين زيانة دي الحركة الواحدة اللي يطويله ووحد السللي كان في الـ 2022 حصلت إلى المركز الثالث في بطولة العالم لهذا الرياضة؟ المركز الأول المركز الأول عفوا المركز الأول في هذا الرياضة مش هلقد أنك دي الوقت باش توجدي لهذا البطولة؟ قريبا واحد السنة حتى السنة وثلث شهور يوميا انت الدربي؟ خمسات المرات في الأسبوع جوجت المرات في النهار الانضباط والالتزام كان سر بالنسبة لك باش قدر يتحقي نجاحاتك؟ اه ضروري في أي رياضة في أي بطولة هنا ما كانش الانضباط وما كانش الموانسة اللي يتخصها تكون وعلى الأقل واحد ثلاثة أو لربعة مرات في الأسبوع ما يمكنش بناديني حقق زعما وحد نتيجة اللي يتكون إيجابية تجربة الهجرة أو للغربة بالنسبة لك كانت صعيبة ولا سهلة؟ والصراحة صعيبة الغربة ما كيش لي قدر يقول لك سهلة حيث تكون بعيدة على الأم بعيدة على الأب بعيدة على الأحباب يعني بسيوك إلا كنتي خاصك شي حاجة مش بحاجة البلد اللي انت مقيمة فيه وش بالنسبة لك كان دائم أنك تقدريت تحقي نجاحات في الرياضة اللي كتمرسي فيها؟ صراحة هي دولة الإمارات معروفة بتجيسو برازيلي وما كيعطينه في واحد القيمة ندخلينه في الرياضة ندخلينه في المدارس ندخلينه في الميليتر اللي في الشرطة يعني يعطينه واحد القيمة بزاف يعني إحنا عندنا الأندية هنا بزاف أي مدينة مشترك تلقفها كتر من عشرات الأنجيلية يو دونك عندك لوقت تمشي تريني وقت ما بعيتيه صباح العشية وسط النهار البنير يعني متوفر الفرصة لتدريبات بعيداً على ممارسة الجي جيتسو للبرازيليا شنو كيأجبك في الحياة؟ شنو كتديري فوقات فراغك؟ الجي جيتسو فوقات الفراغ صراحة كيأجبني حيث هنا بيحكم الجيمان كينا الشمش دونك يمشي البحر بالنسبة لهين دي الشريفي فين كبرات والبيئة اللي تربت فيها ومدينة البهجة وطبع الناس مدينة البهجة لأي درجة ساعدك أنك تخلقي فرستك وبلاستك في الإمارات؟ ووالا دبا المدينة مراكش غانية على التعريف كل شي كيأحنا فينا تطاحت الناشات واجتماعيين دونك صراحة هاد الشخصية هادي خلتني خلت الناس يتقربوا مني وخلت الناس يتقربوا فيها أنا دبا هنا كنلعب سن ندير سوف ديفنس انستراكتور دونك تن تريني بالعيالات بتراني السعار وتن حسبيهم يعني ستي بغوني وفاش كنصافر كاعتوري 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 ترجعي البطولة المقبلة اللي كتحضر إليها هند؟ البطولة المجياء في فرنسا مدينة باريس من المتوقع إمتى إن شاء الله؟ نهار 25 شهر إن شاء الله كنت من نولك كل التوفيق وشكرا لأنك شرفتنا هين شريفي وكنت معنا في برنامج أسرتي شكرا لك تحياتنا الجليدنا المغربية في مكانهم تابعينا وما تنسفش مشاهدينا تفعلوا معنا عبر صفحات الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لكم أسفل الشاشة أستاذ حبيب الله شكرا لك لحضركم أنا هذه المرة تكلموا إتيكات وفن العيش وحدتنا يكون على إتيكات النظام وللي تنعرفوا إحنا في المجتمع دينا بالتاويل خليكم أنا شوفوا لأسئتنا زينب خب دراجي خبيرة الإتيكات وفن العيش زينب خب دراجي كيف الحال؟ الحمد لله زينب يهلان واسهلان بتقديمي قلت إتيكات النظام وقلت باللي بالعامية دينا نحن هو التاويل وش نفس الأمر؟ نعم نعم بحالة قلت النظام وزدع لي شوية الدقي والتاويل كنقول لذلك الإنسان متول في حالته أها علمياً وبما أنك مختصة في هذا المجال كيفاش ممكن نعرفه للمشاهدين إتيكات النظام؟ العلغة النظام هو واحد حاجة كيف ما كنسمعوها سهلة وانطم راسي وانطم الحياة ديالي اليومية وهذا نوع من فن العيش حيث لو صفوار غفيفغ ولا فن العيش ماشي هو دائما ديكور وطبلة وزوي وقاتل شي يعني نوع منه ولكن إلا بغيت نكون كان عارف نعيش وعندي واحد لو صفوار غفيفغ هو أنني نكون عندي واحد نظام في الحياة ديالي اليومية يعطيك لستيم ديسوة وكيعطيك تقدير الدات وفاش كنظر لأن النظام كي كنسمعو النظام أول حاجة كنفكره فيه وانطم حدايا نطم حالتي حويجي مسائلي ولكن رأى أول حاجة إلا بغيت تكوني واحد إنسان منطم هو تنطم الأفكار جيالك وكيفاش ممكن ننطمو أفكارنا؟ بعض الخبراء كان صحب اللي باش قدرت نطم أفكارك كتبها نعم نعم إلا بغيت أفكار يكونوا منطمين هي فاش كندوز لحياة ديالي اليومية حيث لا يعقل الزين بأنني نكون أنا مثلا نطم أفكاري والمحيط ديالي كله ومرون شوفينا اللي بغيت تخدمي في شي بلاسة ولا بغيت تقلسي في شي بلاسة تكتبي شي حاشا إلا كان مرون حدك الأفكار كي يهربوا لي كي يكونوا مشتتين دونك هنا كنبدأ بغيت شوال صغير وران حيث رأي الأشي واحد لما كانش ممطم أراها صعيب عليه يجي ونطم حياته مرة واحدة ولكن فاش كيلقاه فاش كي يجرب وما كيقدرش كيعاود كنك يرجع نفس الحاجة اللي وافعة ولكن إلا بدأ بشوي بشوي خطوة بشوي خطوة بخطوة واسمح لرأسه تايلي مثلا ما نجحش في الخطوة اللولة أو لا ما دارش تكشي اللي كنحط كامله يعاود يرجح وحل شوية كيولي هو عادة يلا نبدأو كيفاش كيفاش غنديرو لي وأش لو غنستعفدو منه نعم ألغب حال دامان كتبداي مني نكتفيقي وانتي كتبداي كتبداي بالأشناي وأول حاجة دايما كان وازين بأكزاكتبا فراش ديالكشتي لكن عندك غدا دلغي فليكس هذا أنه تنوطي جمعي فراشك ما تخليش يحدي يجمعو لك وهنا رأى من العادة ديالناس اللي ناجحين في حياتهم أنه كي يجمعو فراشهم وحاجة واحدة أخرى احنا دايما سنقولو أو لكي نعتقدو أنني فاش نفغا نجمع ما كان ننساو أننا نجمعو قبل ما نعسو فراش كيلة جمعتين غير الموحدة ديالك مش غاقل زيما غادي تجمعي على 100% غايت نتبه للأمور شوي و شوي نطبيت الحال والاي لكنت أنا قاسة في واحد الصال ومتلا أنتفرج فيه مع وليداتي وقاسة نتبه نحاول غير نترفو يعني مش غاق نتبه نجمعو ندير لليلو جراماناش وهذا ولكن نترف نمشي البيت يبغيت من ناس دخلت ما نلقاش كل شي محطوط كل شي هكذا وننطم حواجي تغدى قبل ما ننطم حواجي تغدى ونطم الغرفة فاش غادي الناس باش كتت نأسين مرتاحة فاش كتت فاق الصباح كتلقي سهل عليك و كتتنطمي أما الحواجات زين هذي من الأشياء اللي زي ما كان صحبة دائما سيدات تخليك تربح الوقت كل شي تا رجال لكن انت كتنطم حواجك كتعرفيها شنو عندك وشنو نقصك وشنو خاصك وغا تربحي الوقت وكتربحي الوقت وكذلك كيكونوش يحواجاتش حالة داما لبسيهم وش كتبوليك تلبسيهم وكيسهل عليك تختيار الملابس ديالك كيسهل عليك النظام في الحياة العملية في الخدمة شنو كيخلينا نستفدو كيفاش ممكن نطبقوه باختلاف المهن ديالنا زين بأي مهنة شي لك انت من طواف الخدمة ديالك وهي إلا تكوني لديك انترجية أكتر وكا تكوني كا تخدمي طي فرحانة وكا تكوني كا تخدمي طي سعيدة وكا تكوني كا تخدمي وانت أذاك تدري كتستمتعي بي أم هيليك خدمتي أم لكنك مرونا أو للمكان فاش كادخدمي شميفتي غير مكتب ديالك أو للك perguntaات ديالك أو للمهايات فاش كان مروان فما كايتقدريش أنه كما كاي تقدريشوا في مثلا نخدو غير شي ميك solidarity يعني بغتخدم إذا كان اللي بخود وديا لها محطوط إنه عاد فكل حاجة في محطوطة ومن ضعف ومقدين فكده فكي طلعت الميك أب زوين أنا أتغير أكسامل سألن ولكن إذا كنتي مرونة فكي تقلبي على هادية على هادية فكتشوف تدك لو غير زويلة الخر مرونة في أي حاجة في الخدمة في ميك أب في البيع والشرف في أي حاجة كيف ما كان مجال الشغة ديانا خلينا نخد رأي هاجر مجبور فعلاق بوري ذاتنا كيفش ممكن نربيوهم على النظام وبتداء من أي سن باختصار هو اللي دائما تنظروا عليه هدرت عليه الزينب اللي هو ما لغيته العادات والروتين طفل اللي انتي تولد تكون عارفة تكون عارفة فوقش تيناس فوقش تيفيق فوقش عنده واحد وقتل الخروج فوقش واحد وقتلية تكترى فيها مع الوالدين ديالله فوقش بكله يلعب إذا لم يتكون هاداك الاستمرارية و هاداك التعويض ديال الطفل على هاداك النظام تاوي تكبر من الضم و نلقاو حلايا التعويلي كون في المنزل و التعويلي كون في الدار باش تطفل تهوان ولكن ضروري التعلم النظام من صغر ديالله باش تمن يوصل لوقات المراهقة و تيكون ذاك تأخره و تيرجع تلقى بلي كان واحد الأسوس واحد لاباز ديال النظام في المنزل و خطي خليه ينجح قريته راه الطفل المنطام تكون عنده واحد انتاجية واحد المرضو ديال في المدراسة واحد تحصل دراسي اللي و تبارك الله ما شاء الله إليه شكرا لك زينب خود راجي تقربنا أكتر من تفاصيل النظام في حياتنا اليومية نعم و بغيت نزيد على هاجر هو أنه الطفل اللي بغينا يتنخص و يشوف الوالدين دياله منطم هذا هو أسهل طريقة و يشوف كنتي منطمئ على عدد ديالنا اليومية هو مثلا شوفي إلا كنتي مثلا ساك كل مرأة أول حاجة هي ساك دياله فاش كتحليك كنتي غادي مشي في السيارة ديالك يعني غا تلعي غا تلقي كل حاجة في بلاي ستا يعني كم مقنى الماكلة ديالك أتعرفي واحد لوقيتها فاش غادي تساكلي لوقت ديالك يعني تعرفي هادي غا تدري هكذا فهات الساعة و غا تدري هكذا فهات الساعة ولكن إنسان ما يكونش كم مقنى مهوس 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 نظام في حدود لمناسبة شفتين ديما الإكزامل اللي كان عطي في النظام كيعجبني بزاف والكون والطبيعة شوفي الكون والطبيعة الشمس كتشارك في الوقيتها كتبت في الوقيتها كل حاجة الكون تيقولك الكون غادي في تناغم لأنه منطم شوفي احنا يبعد ما تكتع طلع لناشتا ولا ما كجيش في قيدة كم قا نقولو كجينا شي حاجة ليا بيزا فإلا كنا غادي تابعين غير طبيعة فغادي يكون عنا واحد تناغم في الحياة تزوين وكيبنتي على الوجاه أنا والإنسان إلا كان منطم في حالته في يومياته فاش كيتشوفي كتلقي أنا أفكاره منطمين كيهدر ما كتلفليش لاهدران رأيه كيكون مقنع هو فوجه كيكون مرتاح وكل شيء شي جاي من النيضام وأنا بغيت نعطي واحد لإجزاء خصيصي لأي واحد بغيت بغيت نبدأ بغيت نبدأ هاد النيضام و بغيت نبدأ أسهل طريقة هو تبدأ في النهار فاشو ما خدتامش رأي طريق الوقت مثلا نبدأ بنهار اللي هو الروبو ديالي هادك الروبو ديالي أنه نهار كان ملكه أنا كامل فنبدأ بيهونا طيلا نكتب حتى الكتبات تخطيت الأيام لأيضا كي ساعدنا أن نكون رضمي أشنو كي ترى هنا يلو سيغلو ديك فاش كيشوف كنجحتي في هادك النهار كيف يفرح كيف يحفزك النهار أخر أمننا كنتاج اليامات اليومية ديال الخدمة ديالي و ديال الشغل ديالي واحد اللي تقدر لتدريسة في فرح أنني قدرت كنعود نزيد النهار الثالث كنعود نزيد النهار الرابع و هاكذا كتبيني ديك هذا كتبيني هو اللي مضم وهو بحسب الخبراء اللي تنصحوا هو أنه التغيير تيكون صعب في البداية دياله المهم أننا نلتازمه بخطوة التغيير كيف ما كان سواء نخلقه نيضا في حياتنا أو لأي حاجة بغينا نبدله في حيات ديالنا ننتازمه 21 يوم الأولى لأن هذه 21 يوم الأولى غتخلي الأشياء تتبدل من حاجة هذا جديد دخلات الحياتي الجزء ونظام وروتين في الحياة ديالي 90 يوم كفيلة أنني ما نبقاش نبدل قاعدك الروتين ديالي زينا بخد رجي كيف غنديره في حياتنا اليوم يوم مع ضغوطة الحياة ومع جريء يعني جريء ذك أعطينا طرق بسيطة تزيد ملينا نظام نعم ويكون فاعلية بلما نرح قنفوسنا ونضع لروسنا واحد الحمل تقليل ولي أنيضام بنسبة لنا نرح عقوبة أزل طريقة وتحطي ذكي كل اللي بغيتي في النهار بغيته ألو وشنو تديري تحاولي أنك تديري لماكسيمم ولكن إلا قيت تدرت غير حاجة وحدة فرحي براسك نشجع راسي نشجع إلا قلت تخيب يعني حطي وليس قدرت من اليوم غير حاجة وحدة هنا كتشجع راسك وما كتبقيش تقلني براسك أو لا كتقول لي ما وصلت أو لا ما قدرت والنهار ثاني كتعاودي تحطي لعليس قدر يكون فيها ستاديا لحواج ولكن تدر شي غير جوج عاودي كتقول لي برافو المهم درت هجوج حيث كتبغي بعد لما تقرأ شي كتاب كتبغي بعد المرات تعلمي يشيلوها كتبغي بعد المرات تدير الرياضة كتبغي بعد المرات تطلعي فراسك تمشي وفا ولا تدير شي حاجة فكتقول لي ما لقيتش الوقت قالو أنا كتبغي نقول دائما نرى العلم الكبار اللي اختار اي حاجة في الحياة كانت هم عنده 24 ساعة ولكن شنو السير ديالو هو الالتزام والله من النيضام تدير الالتزام حتما تقولك أنا ما قدرتش للتازم إلا وطنطم عاد التازم حتما ما يمكنش للتازم وأنا ما زال ما تنطمش ودون كان خطوة بخطوة كتولي سهلة أنه يكون عندنا روتين حيات كما قالت هجار مجبور بخير بش نعم شفتي إذا انت غير تغسلي وجهك إلا كنت نطمطي عاد غسلتي وجهك كتستمتع بذلك اللحظة كتولي انت إما نطمها أو استمتع بها كالك بغير يغسل وجهه مثلا غدي يمشي غدي يحلم غدي يدير حال كده وغير يغسل وجهه وكين اللي غدي حط بخدو بش يغسل وجه وغدي يحط الفويت وغدي كتصيب صغير ورين هكدا وما نحط كل شي دقة وحدة نحط بشوي 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 تكتولي عندك عادة وأي واحد تجرب هات طريقة وحاول أنه من الضمحة وغي بشوي بشوي غدي يشوف الفرق لأنه تلاخر دائما تحسي بواحد الساعة عادة الناس اللي كتلقي هم فرحانين عندهم وحدة تاقة حيوية وعندهم واحد لابخوض وحل انت المرضو دي واحد الغلاسيون يزوين كيكون سر النجاح ديالهم هو من ضمين في حياتهم أنا شوف إلا كانت هشي فكرة مبرستاك ولا شي حجم مديرانجيك فما كتقدرش بقي كده ازي هاتي وتحط هاتي ودير هاتي ونرى كل واحد أنا أنا متأكدة أنه عارف كيف ينضم شنو اللي خاص باش ينضم هو الخطوة الخولة وحنا اليوم أعطنا لكم باش جروة وتشوف كيشنو النتجة ديالها وتشوف حتى النفس ديالك كيف تقول لها إنسان اللي منضم ومتول وما تنساش بعد مشاهتكم هذا الحلقة وانطلاقكم في هذا تجربة رحلة لكم نحو النظام شاركونا رأيكم وكيف كانت تجربة لكم عبر صفحات الأولى لما بقع تواصل اجتماعي تظهر لكم أسفل الشاشة شكرا لكم لأنكم شرفتونا اليوم مشاهدين الكناة شكرا لكم على المتابعة من القناة كيد غدا في حلقة جديدة من أسرتي تبقى على خير وشهية طيبة على الأولى اشتركوا في القناة